تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سياسة السقطاب اللاعبين المنحدرين من أصل مغربي والذين ترعرعوا في أوروبا ويتألقون حاليا في صفوف أندية القارة العجوز من أجل دعم صفوف كافة فئات المنتخبات المغربية وحصل موقع العرب الجديد على معلومات من مسؤول داخل الاتحاد المغرب لكرة القدم رفض الكشف عن هويته أكد من خلالها أنه يجري العمل على ملف لاعب موراكو الفرنسي إلياس بن صغير من أجل ضمه لصفوف المنتخب المغربي وأكد المصدر ذاته أن اللاعب صاحب ثمان عشرة عاما الذي وضع تحت راداري وليد الرقراغي مدرب أسود الأطلس مرشح بقوة لخوض أولمبياد باريس الفين واربعة وعشرين رفقة المنتخب المغرب الأولمبي قبل ضمه لصفوف المنتخب المغرب الأول وفي سياق متصل أخرج وليد الرقراغي لاعب نادي نيس الفرنسي سوفيان ديوب من حساباته إذ لم يعد ربان منتخب المغرب يفكر في ضمه لصفوفه لأنه لديه لاعبين مميزين يشغلون مركز الجناح مثل عبدالصمات الزلزولي لاعب نادي برشلون الإسباني وسوفيان بوفال لاعب نادي الريان القطري وجرى إغلاق ملف اللاعب سوفيان ديوب صاحب الثلاثة وعشرين عاما والذي كان هو الآخر لم يتفاعل كثيرا مع الرغبة التي أظهرها الاتحاد المغرب لكرة القدم فيما مضى كي يضمه لصفوف المنتخب الأول وهو الذي بإمكانه أن يلعب أيضا لمنتخب السينيغال بحكم أن والده ينحدر من هناك